السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة حكايتنا مع أكلة شعبية جميلة النهاردة حكايتنا مع الملوخية وحنعرف إمتى ظهرت الملوخية وإيه حكاية الشهقة أثناء صنع الملوخية يلا نعرف تفاصيل الملوخية معروفة من العصر القديم معروفة من أيام الفرعنة معروفة في عصر الدولة الإسلامية فنجد الملوخية في العصر الفرعوني أيام الفرعنة ليه حكايات جميلة فبيقولوا إن الملوخية في البداية الفرعنة ما كانوش بيأكلوا الملوخية كانوا بيعتقدوا إن الأكلة دي سم من السموم وبيبعدوا عنها بحد لما جاء الهكسوس وهم من الأعداء الهكسوس أعداء وخلوا الفرعنة يكلوها بالقوة فجربها المصريين وكلوها ولقوها أكلة حلوة طعمها جميل دي رواية من الروايات في رواية تانية بتقول إن المصريين كانوا بيأكلوها فرعنة ما كانش لها علاقة بالهكسوس ونجد إن فيه نقوش فرعنية بتقول إن المصريين كانوا بيصنعوا الملوخية ويقدموها هدية للتماثيل اللي بيعبدوها دلوقتي هنروح على العصر الإسلامي هنروح على العصر الفاطمي هنروح مع المعزل دين الله الفاطمي والحاكم بأمر الله ونعرف إيه حكايتهم مع طابق الملوخية المعزل دين الله الفاطمي كان من الحكام الحاكم مصري وكان في يوم الأيام هو وزوجته اشتكوا من وجع في المعدة فنجد إن الأطباء نصحوهم بإيه بشربة سخنة يشربوها والشربة السخنة دي كانت شربة ملوخية وفعلا شربها الحاكم شربها الخليفة المعزل دين الله الفاطمي وزوجته والحمد لله ربنا شفاهم من وجع البطن برضو الحاكم بأمر الله وهو من أشهر الخلفاء اللي اشتهروا بالتصرفات المجنونة عبر التاريخ الرجل دا جاء له برضو جاء له برضو واجع في البطن في المعدة ونصحوه الأطباء إن هو يشرب شربة الملوخية الرجل دا حب الملوخية ولما حب الملوخية قال لك إيه الملوخية دي تكون لي أنا بس ومنحها من إيه إن الناس يشتروا ملوخية وياكل ملوخية واللي يلاقوه اللي هما حراس الحاكم بأمر الله والسرطة لما تلاقي حد من الشعب بيأكل ملوخية يقبضوا عليه وممكن يقتلوه كمان وحكاية الشهرة الحاكم بأمر الله كان عنده طباخ مشهور بيطبخ له دايما الملوخية الطباخ المشهور دا كان بيطبخ له دايما الملوخية وفي يوم من الأيام اتأخر الطباخ وهو بيطبخ الملوخية فأرسل الحاكم بأمر الله جنوده عشان يقتلوه فأرسل الفراس عشان يقتلوه الراجل كان خلاص في الخطوة الأخيرة وحيحط الخلطة بقى التوابل وكده على الايه الملوخية ويقلبهم مع بعض المهم الراجل لما شاف الحراس بتوع الحاكم بأمر الله داخلين عليه الراجل شهق من الخوف والخضة فوقعت التوابل فين في حلة الملوخية ومن هنا جاءت الشهق وبرضو بيقولك الشهق دي فيه رواية تانية بتقول ان كان فيه واحد ست تطبخ والست دي اتكعبلت وهي تطبخ وكانت مسكة طبق التوابل طبق التوابل وقع منها وقع في الحل وبعدين دي كانت قصة شهقة الملوخية وبكده نكون عرفنا موضوع الملوخية والسلام عليكم من رحمة الله وبركاته